تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال الأرز الشعير من المزارعين وسط تسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين ويتم إسناد الأرز الشعير إلى المضارب لطبيده وترحه على بطاقات التموين وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع الأساسية وتأمين مهزون استراتيجيا منها توريد الأرز الشعير لموسم 2022 بدأ شراراته لتواصل مدريات التموين بكافة المحافظات متابعتها لأعمال التوريد بالمواقع المعدة لهذا الغرض هنا فضة قهرية والتي تعد الأولى على مستوى الجمهورية وفقا لبيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدارة السلع الاستراتيجية وصل فيها إجمالي ما تم توريده من الأرز الشعير للجهات المسوقة منذ بداية التوريد وحتى اليوم بلغ حوالي 15 ألف طن وأكثر 318 ألف فدان والمستهدف 318 ألف طن النهاردة أنا عندي واحد وثانتين موقع لاستلام الرز على مستودة أهلية كل موقع فيه لاجنة مشكلة من خمس جهات التموين وسلامة الغذاء والمضارب والموازين والجهة المسوقة بين السلع الأرز الشعير ببتداء منهم 15-8 5-8 لغاية 15-12 والتوريد زي ما انتشاف كده يعني مبشر بالخير بإذن الله السنة دي المحافظة أشرت كذلك إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بأرز الشعير بالدقة أهلية في هذا الموسم تبلغ 318 ألف فدان والمستهدف توريده هو طن عن كل فدان فيه إقبال على التوريد الدولة بتمد المزارع بالأسمدة بتمده بالمعلومات الأسعار ممتازة الإجراءات سريعة وسهلة جدا ومتاحة ما فيش أي تعطيل ما فيش أي وقفل السيارات ما فيش تعطيق أرده جيب 21 بكرة جيب 14 يبقى 5 وثانتين والسعر مناسب تم تسليم المحصول إلى 31 موقع منها أربعة مواقع تابعة لشركة مضارب الدقاهلية وأربعة مواقع تابعة لشركة مضارب دميات وبالقاس و23 موقع تابعة للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وكرة المحافظة